موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما زال حديثنا في الآية المئة الأولى من صورة المائد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وتسأل إذا كان الخبيث مغضوباً عليه عند الله والطيب مرضياً لديه تعالى فلماذا ينجح الخبيث في هذه الحياة وينعم بالجاه والثراء ويرسو بالطيب ولا يكال يتحقق له مطلب حتى قال من قال هذا الذي ترك الأوهام حائرة الجواب إن للحياة سنناً وقوانين نجري عليها ولن تخطاها بحال لأن تصور الفوضى في الكون يرفضه الحس والمشاهدة وهذه السنن والقوانين من صنع الله تعالى لأنه هو خالق الطبيعة وما فيها وبديهة أن قوانين الطبيعة تأبى تأبى أن تمتر السماء مالاً وصحة وعلماً وإنما تأتي هذه وأمثالها من طرقها وأسبابها الطبيعية فالعلم من التعلم والصحة من الغذاء والوقاية والمال من العمل فمن تعلم علم ومن اتقى أسباب الداء سلم ومن انتحرمات ومن زرع حصد سواء كان طيباً أم خبيثاً مؤمناً أم كافراً فالطيبة أو الإيمان لا ينبط قمحاً ولا يشفي داء ولا يجعل الجاهل عالم كل هذه وما أشبه تجري على سنن الطبيعة وسنن الطبيعة تجري على مشيئة الله ما في ذلك ريب لأنه هو الذي جعل التعلم سبباً للعلم والوقاية سبباً من أسباب الصحة والزراعة سبباً للحصاد إنه خالق كل شيء وإليه ينتهي كل شيء أجل إن لكسب المال سبلاً وأبواباً كثيرة وقد أحل الله بعضاً وحرم بعضاً أحل الله سبحانه التجارة والزراعة والصناعة وحرم الربا والغش والرشوة والسلب والنهب والاحتكار والاتجار بالمبادئ فمن يكسب المال من حله ينسب كسبه إليه لأنه قد جد واجتهد في طلبه وأيضاً ينسب إلى الله لأنه هو الذي أوجد هذه الأسباب وأباحها لكل راغب طيباً كان أو خبيثاً أما من يكسب المال من غير حله كالربا والسلب فإن كسبه ينسب إلى كاسبه وإلى الأوضاع التي مهدت له ولا ينسب إلى الله لأنه تعالى قد حرم هذه السبلة على الطيب والخبيث وتقول هذا صحيح ولكنه لا يجيب عن السؤال ولا يحل المشكلة فلقد رأينا كلاً من الطيب والخبيث يسلق الطريق المشروع للرزق ويطلبه من السبيل الذي أحله الله وأمر به ومع ذلك يتسع الرزق على الخبيث ويضيق على الطيب وربما بذل هذا من الجهد أضعاف ما بذله ذاك بل قد يأتي الرزق للخبيث من حيث لا يتوقعه ولا يؤهله له استعداده وجهاده ويمتنع عن الطيب من حيث يتوقعه ويؤهله له جهاده واستعداده الجواب إن بعض الناس يلجأون في تفسير ذلك إلى الصدفة أو الحظ وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عجزهم عن التفسير الصحيح وإلا لم يلجأوا إلى ما يخبط خبط عشواء ويرمي عن غير قصد وتصميم لذلك نعف الحظة والصدفة من كل المسئوليات والتبعات ونؤمن إيماناً قاطعة بأن هناك إرادة عليا قد تدخلت لأسباب نجهلها لأن العلم فيها وفي أمثالها لا يزال في مراحل طفولته وجهل العلم بها لا يعني أنها غير موجودة والذي يؤكد إيماننا هذا قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقوله تعالى أهم يقصمون رحمة ربك نحن قصمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ولكن ليس معنى يبسط الرزق ويفضل في الرزق ويقصم المعيشة أنه تعالى يمطر من السماء مالاً على من يشاء كلا بل يبسط الرزق من طريقه المعروف المألوف ويقدر أيضاً عن هذا الطريق فيمهده ويوسعه على بعض ويجعله عسيراً ضيقاً على البعض الآخر ولكن لا علاقة بين الضيق في الرزق وبين الخبث ومعصية الله فقد كان الرسول الأعظم صلوات الله تعالى عليه كان يربط على بطنه حجر المجاعة وقال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأيضاً لا علاقة بين السعة في الرزق وبين الطيبة وطاعة الله فقد نادى فرعون في قومه أليس لملق مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون وعلى هذا فمن قال أو يقول إن الله أغنى فلاناً لأنه طيب فإنه يتكلم بمنطق فرعون ويزن بميزان الشيطان لقد شاءت حكمته جل ثناؤه أن يثيب على الحسنة ويعاقب على السيئة في الدار الباقي لا في هذه الدار الفانية إن هذه دار أعمال وتلك لنقاش الحساب عليها هذا إلى أن كثرة الخبيث قد تكون وبالاً عليه وسبباً لشدة عذابه وعقابه الله تعالى يقول برهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون والخلاصة إن الرزق يستند إلى أمرين السعي وإرادة الله معه فمن ترك السعي عاش كلاً على الناس ومن سعى رزقه الله من سعيه إن شاء كثيراً وإن شاء قليلاً وتكمن هذه الحقيقة في فطرة الإنسان ويمارسها التلقائية ودون أن يلتفت إليها فالتاجر يسأل الله سبحانه يسأله أن يرزقه برواج بضاعته وإقبال الناس عليها والفلاح يسأله أن ينزل الغيث على زرعه وليسأله أن ينبت له الزرع بلا غيث وفي الأمثال من سعى رعى ومن لزم المنام رأى الأحلام وربما خاب المسعى وطاش السهم ووجد في بعض خزائن ملوك العجمي وجد لوح من حجارة مكتوب عليه كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى عليه السلام خرج ليقبس نارا فنودي بالنبوة ومع ذلك مع ذلك ينبغي إحكام التخطيط ومضاعفة الجهد لأن مضاعفة الجهد وإتقان العمل والصبر على المشاق سبب لمشيئة النجاح منه جل وعلا وفي الختام في الختام يخاطب العلماء وأصحاب العقول والأبكياء فيقول فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي اتقوا الله أن تتجهوا إلى الخبيث الكثير وآثروا عليه الطيب القليل وإنما يميز الخبيث من الطيب هو الأكثرية الكيفية لا الكمية أي أن المطلوبة هو أفكار أقوى وأرفع وأسمى وأنقى لا كثرة المؤيدين هذه القضية لا تلائم أذواق بعض الناس في العصر الحاضر بعد أن تشبعت أذهانهم على أثر الطلقين ووسائل الإعلام بأن الأكثرية هي معيار معرفة الخبيث من الطيب إلى حد الإيمان بأن الحق هو ما أرادته الأكثرية والطيب هو ما مالت إليه الأكثرية وليس كذلك إن معظم مشاكل العالم اليوم ناتج عن هذا اللون من التفكير نعم إذا تمتعت الأكثرية بقيادة صادقة وتعليمات صحيحة بحيث تؤلف أكثرية ناضجة بما للكلمة من معنى فيمكن حينئذ اعتبار هذه الأكثرية واتجاهاتها مقياس تمييز الخبيث عن الطيب لا الأكثرية الفجة غير الناضجة إذن إن معيار الخباثة والطيبة لم يكن في يوم من الأيام هو الأكثرية أو الأقلية بل في كل زمان ومكان كان الطيب خيرا من الخبيث وأن أصحاب الحجى والتبصر لا ينخدعون بالكثرة فهم يتجنبون الخبيث دائما حتى وإن تلوث به جميع المحيطين بهم ويندفعون نحو الطيب حتى وإن ابتعد عنه الجميع فينبغي أن لا يغتر الإنسان بالخبيث ولا بكثرته ولو كان محببا وينبغي أن يسعى للطيب ولو كان متعبا وقليلا وفي ضوء ذلك في ضوء ذلك يبقى الخط الكرآني في مضمون القيمة الإيجابية والسلبية هو الذي يحكم الإنسان في نتائجه العملية في الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة